في بيان عاجل ورد قبل قليل أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان إرجاء كل جلسات الحوار المقرر الإسبوع الحالي لتتم خلال الإسبوع القادم بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها وقال دياء رشوان إنه تم إبلاغه من الجهات الفنية المسؤولة عن إصلاح الأضرار التي أصابت مقرن عقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر وهو عبارة عن هيكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة نتيجة للظروف المناخية خلال الفترة السابقة أبلغت هذه الجهات بأن الانتهاء الكامل من هذه الإصلاحات وعودة المقر لكفاءته الطبيعية بما في ذلك إمدادات الكهرباء والتكييف بما يسمح بعقد جلسات الحوار لن يتم قبل نهاية الإسبوع الحالي وأوضح المنصق العام أنه بذلك يكون انعقاد نفس جلسات المحور السياسي يوم الأحد الموافق 11 من يونيو وكذلك نفس جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء الثالث عشر من يونيو وجلسات المحور المجتمعي في يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يونيو ترجمة نانسي قنقر